إمام عشور، إمام عشور، إمام عشور، كان تعرض إمام عشور لإصابة أمام النادي الإسماعيلي في الدوري رجل اتخبط، راح عمل إشاعة، ثم راحة، ثم عادة إلى التدريبات حسب تصريحات مرسيل كولر عشان كده دايماً لما حضراتكوا تقولوا ليه هو ليه ملعبش فلان ولا ملعبش علان أقول لكم إن المدرب هو اللي شايف هو أكتر واحد شايف وموجود مع اللعيبة المدرب أو المدير الفني شغلته إيه؟ أنه هو يضع السياسة العامة للتمرين ويقف والله كان جوزيه يقف كده يحط إيدوار دهر ويقعد يتفرج يلاقيني مثلاً إيه؟ يقول لي إسلام تعالى أنت مال رجلك؟ يلاقي كذا، يقول له بركات تعالى أنت مال إيدك؟ أنت النهاردة بتخانق مع المدام والله كان حريص أنه هو يبقى هذا هو المدير الفني اللي بيبقى شايف لعبته فمرسيل كولر من المديرين الفنيين اللي بيشوفوا لعبتهم وبيوصلهم بشكل جيد فلما أمام نزل التمرين بعدها كان بيشعر ببعض الألم ومش بيتمرن بقوة ومثلها والأجانب تحديداً أو الأوروبيين تحديداً لو مدتنيش مية مية في التمرين مش هعطك في المباراة فكولر لما شاف كده قرر أن اللاعب يعمل فحوصات مرة تانية فحوصات طبية يعني جديدة علشان يتطمن عليه الفحوصات دي عملها بعد المباراة الأخيرة مع سنبا، إحنا كنا مسافرين دعبنا المباراة وتاني يوم مسافرين أو أجازة وبعدين مسافرين اتضح أن إمام عشور عنده بعض الالتهابات اللي أثرت على الكحل كمان فالراجل بدوره بيعمل إيه؟ ريحه ولم يسافر يقوم الستوديو اللي دايماً له أراء بعيدة عن العقل والمنطق وبنفس الأشخاص وواحد منهم اللي حضراتكم عارفينه بيعتمد دايماً على التاريخ والتاني هو شخص غير أمين على أخباره يعني يقول لك أن فيه أزمة ما بين كولر وإمام عشور طب العقل بالمنطق هو فيه وضوح وشفافية أكتر من اللي عمله إمام عشور أكتر من اللي عمله أنا أسف الأهلي ومدربه المدرب طلع قالك أنا شايف اللعيب ما بيتمرنش كويس حبعته يروح يعمل فحوصات تانية الراجل طلع قال كده على الهوى يا أستاذ يا فلان يا كابتن فلان المدير الفني مستر مارسيل كولر صرح بكل وضوح في مؤتمر صحفي بخصوص حالة إمام عشور تحديداً طيب فعشان نقطع الشك باليقين الراجل قال يا جماعة إمام لازم يروح يعمل فحوصات رح عمل فحوصات وأعلنت النتائج على الرأي العام طب يبقى فين عقلك وحضرتك بتخترع قصة ليس لها أساس من الصحة ولا يمكن عشان ده اسمه هو أشباه معشور ومزع على الناس كتير وإحنا عارفين انت مقاتك بالمنازمة عارفين وزي ما أنا دايما نقول في واحد قاعد فوق ممكن يكون مستخبي بس مش هنعرف نجيبها كلها ممكن يكون مستخبي فوق مش عندنا هنا في استوديوهات أخرى ومسك من فوق بيعمل كده عرايس أنا شرحتها لحضراتك قبل كده أنا عندي مشكلة أتمنى أن أنا ما دخلش نفسي في هذا السجال الفارغ ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد كلام غير حقيقي وطلبت من حضراتك قبل كده النادي الأهلي النادي الأهلي بيلعب بإسم مصر مش وقت إثارة مشاكل وفتن ده كانت بعد المباراة مباشرة ومغادرة لعبة النادي ده كان من ساعتين أو حاجة لأنهما دلوقتي في الطيارة فده كان لسه وصلنا الماتيريال دي فهنزح لحضراتكم خليها معانا يا سامير كده برضو إحنا بنتكلم فاللي بقوله لحضراتكم إنه الناس دي بتجدب بتقول كلام غير بلاش بتجدب أنا آسف بتقول كلام غير صحيح والله لو في نسبة من الصحة كنت هتلاقي مش هما بس هتلاقي مصر كلها بتتكلم في هذا الأمر واحد ما بيتمرنش في حاجة مش هو ده مام عشوره هو بيتمرن فالرجل شاف كده قال له روح أعمل تحاليل وقال كده على الهوى أو أعمل فحصات أخرى قال كده على الهوى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة سيمبل أخيرة راح عمل الفحصات لأنه هو لسه تعبان أم قال له طب شكرا كمل علاجك عشان لما نرجع أنا عايزك إيه القصة بقى إيه الموضوع لماذا هذه البروباجندا الغير طبيعية على هذا الأمر ومن نفس الناس الغير أمينة على أخبارها ومن فوق برضو هم كده الدنيا ماشي طلع ده شوية يعمل كده وبعدين نزله تاني وبعدين نطلع بالتالت شوية هكذا أتمنى أتمنى أن حضراتكم تبقوا عارفين كواس قوي أنه النادي الأهلي لا يتعامل مع أحد مهما كان اللعيب ومهما كان اسمه إلا غير بشيء واحد فقط أنه هو لاعب في النادي الأهلي وبالتالي بيتم تطبيق عليه كل التزامات اللي عليه بتطبق وكل الأمور الأخرى اللي أنت عايزها منه اللاعب بيحاول يعملها فأمام عشور لاعب في النادي الأهلي سيظل محمي من جمهور النادي الأهلي كاملا كاملا لأنه أمام إحنا ما شفناش منه غير أنه هو لعيب جيد أو رعيب رائع بيقدم ما هو مطلوب منه خلال أربع خمس ست مباريات لعبهم وبعدين رجل تصاب هنعمل إيه؟ مهما؟ مطلوب مننا أنه إحنا نعمل إيه؟ خليه مصاب ونعمل عليه قصة عشان نضرب فيه لأنه لاعب مهم النادي الأهلي استطاع أنه هو يعمل هذه الصفقة في هذا الصيف ويضمه للنادي الأهلي فبالتالي اضرب علشان لو إمام ما لعبش المباراة اللي جاي أو حتى لعب المباراة اللي جاي مباراة سانداونز يبقى عنده معنوياته يعني أن الناس بتهجمه أن الناس بتهجمه فللأسف الشديد كل ما يقال بهذا أو مش للأسف الشديد الحقيقة أن كل ما يقال بخصوص أن هناك أمر ما ما بين إمام عشور ومستر مارسل كولر هو أمر غير صحيح ولو إمام كويس هيلعب المباراة اللي جاي هل يبقى فيه حد في الدنيا أو مدرف في الدنيا عنده واحد بالمستوى اللي احنا شفناه لإمام عشور في المباراة الأخيرة سواء في الدورة أو في أفريقيا وملعبوش أو اتخنق معاه كلام غير منطقي وكلام ما ينفعش يتقال ترجمة نانسي قنقر